موسيقى السلام مرحبا بكم اليوم معنا في قناة التعليمية كيزاكوب بوان كوم اليوم غد ندير اول فيديو في درس الاعداد الكسرية بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي وكتقديم لهذا الدرس غد نشوفون فهم الاعداد الكسرية في الحياة ديالنا اليومية في الحياة ديالك اليومية كتحضرت ستعمل كلمات بحن نصف ربوع تولوت فمثلا كتقل لي يا لعبتو تولوت ساعة او كتقل لي يا اكلتو نصف ليمونة اليك الجواب ديالك هو لا فقد نطلب منك انك تشوف معي هاد الامثيلات التالية شوف معي هنا المثال للدائرة قسمناها الربعة ديال الخانات وكتلاحظ هنا يابل لي خانة واحدة عمرناها من بين هاد الربعة ديال الخانات يعنى واحد عمر من بين اربعة ديال الخانات وهنايا كتلاحظ باللي عامرين كاملين من بين 4 ديال الخانات يعني 4 عامرين من أصل الربعة وهنايا كتلاحظ باللي الدائرة قسمنا على 5 ديال القطعات عندنا خمسة واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة هاد خمسة ديال القطعات شحن القطعات اللي عامره وحدة يعني وحدة من أصل خمسة هو وط 76 heure هناك حلم حكا وهنايا عدنا جوج ديال الخانات عامرين جوج على خمسة وهنايا لاحظ معايا الدائرة هذه من شحن الخانة ملونة فيها في هاته welche ملونة بتاع به لونة ثلاثة ديال الخانات ثلاثة ديال الخانات من أصل 8 ديال الخانات اللي كانوا عدنا يعني ثلاثة الاتمنية وناشحل عدنا من الخانة عندنا خمسة ديال الخانات وهذا 5 الخانات سيكون لونه 4 الخانات من هذه الخمسة الخانات يعني 4 على 5 وفي هذه المثلات هذا تلاحظ بأن هذه الخانة مملونة ولا لونة خانة واذا تظن أنني سأكتب 1 على 4 إذا كتبت 1 على 4 بحل تقول بأن المثلات قسمناه 4 الأجزاء وكله متساوين ولكن هنا ما شيء كامل متساوين تلاحظ بأن هذا الجزء هذا هذا الجزء هذا ما يساوي بهذا الجزء هذا يعني لا تساوين ولكنه ما تساوين لن يكون لحق أن تكتبها لكتابه ولكن هذا ألاحظة معي وحد مستطيل يونيز عاءل القطاعات وبين هذه القطاعات الجوز يسير من الوون باللون الأبيض ما RumA ölور الهوية ele sanitation لا منة من بين من بين الإ etapت لكن صوته يعني نكتبه السا وتكفي وهذه الكتابة هذه كيف ما قرأت لكم في الأجزاء اللي فاتت جوج أجزاء ملونة من أصل ستة ونقدر نقوله أو تاني جوج من أصل ستة اثنان من أصل ستة أو اثنان مقسومة على ستة هذه الاثنان كتسمى بسط حجات الفوق وهذا الخط اللي كان هناك تسمى كسر وهذا اللي كان التحت تسمى مقام يعني أي عدد مكتوب على شكل A على B هذا الفوقاني هذا تسمى بسط وهذا الخط الوسطاني تسمى كسر وهذا التحتاني تسمى مقام لاحظ معايا شنو سميت لكم هذا كسر وعلى قبل هذا الشيء سيسمى هذا النوع من الأعداد الأعداد الكسرية نرى أمثلة لهذه الأعداد الكسرية 1 على جوج 1 على 4 3 على 5 8 على 10 ما هو هذا؟ مستطيل ما هو هذا؟ ما هو القطعة مقسم لهذا المستطيل؟ 12 قطعة كيف تعرفتم؟ هنا 1 هنا جوج هنا 3 هنا 1 هنا جوج هنا 3 هنا 4 4 في 3 هي 12 يعني عدد الأجزاء التي تكون من هذا المستطيل هي 12 وهذه الأجزاء هذورة متساوية بطبيعة الحال وذا أطلبوا مننا أننا اللون سبعدي القطعات من بين 12 القطعة لونه 1 ثانية ثالثة رابعة لا يوجد ضرورة أن نكمل ذلك الشيء بالتتابع ثالثة رابعة الضضر ، الأجزاء هنا 4 ثالثة وإلى 3 النهاية يستمر من 3 و consol Shine Difference إلا الإضافة سنقوم ك PCB سنقوم بزلون فرض 6 ثالثة 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 الأجزاء تنفوية ملونة من أصل 4 ثلاثة على اربعة وهناي عدنا واحد القطعة مقسمة الخمسة دي الاجزاء ومن بين هات الخمسة دي الاجزاء طلبوا مننانا لنونه ثلاثة دي الاجزاء همشي اللونهم واحد جوج ثلاثة كيف ما قلت لكم ماشي بالضرورة انهم يكونوا متابعين ونشوفوا داب واحد جريبة عدنا دائرة سيركل غدي سميها السي مرحلة ثانية القسمية ında دائرة ومن بين هات الخمسة دي الاجزاء اللي ولو عندنا داب اصبحت مرحلة ثنية هذا ما هو من جزء ملون؟ واحد من بين جوج الأجزاء الملونين يعني واحد على جوج ونقرأ واحد ثاني واحد جزء من بين جوج الأجزاء الملونين من الدائرة يعني يجب أنك تبصي وهذا كجزء الملون ما هو كيف يمثل بالنسبة للدائرة؟ كيف يمثل لها؟ نصف في مرحلة الثالثة سنقسم الدائرة سنقسمه على أربعة الأجزاء ومن بين هذه الأجزاء سيكون لون جوج الأجزاء بحل ما هكذا ما هو من جزء ملون؟ جوج من بين شحال؟ من بين الربعة؟ يعني جوج على أربعة دي لاش؟ دي السيركل وهذا جوج الأجزاء الملونين ما هو كيف يمثلوا بالنسبة للدائرة؟ كيف يمثلوا لها النصف؟ يعني ما ستنتج دائرة؟ هذه تساوي نصف دائرة يعني جوج على أربعة هي واحد على جوج ومن بعد سنرى أن واحد على جوج تستطيع أن تضرب هنا جوج وهنا في جوج وستطيع أن تكون لديها جوج على أربعة يعني تساوي جوج على أربعة وأنا لدينا هذه المثال لكي تفهموا هذه هي كيف كنت قومون بذا وأرى معي هذا المستغطيل حتى المجزء ملون باللون الأبيض أجزاء ملونين باللون الأبيض يعني أنه الأجزاء من بين إلى six المجزءة اللي ملونين باللون الأبيض سأقربة إثنان على ستة وأ Neden جزء ملون باللون الأبيض . ربما هناك جزء ملون باللون الأبيض ثم سأكلم بين 12 من أجزاء ما هناك في الأصل يعني 4 على 12 وهناي جوج على 6 واش كتساوي 4 على 12 اجي نشوف هات الجوز اللي ملون هنا بالبيض هو نفس اللي ملون هنا بالبيض يعني عندهم نفس المساحة يعني هات 2 على 6 هي 4 على 12 تفقين كيف ما قلت لكم في المثال السابق 6 مضربة في 2 كتعطينا 12 و 2 مضربة في 2 كتعطينا 4 يعني 2 على 6 كتساوي 4 على 12 نعودوا نشوفوه هنا 2 على 6 كتساوي شي حاجة على 12 وهنا 6 مضربناها في 2 كتبت 12 يعني تلف وقاني خصنا نضربوه في نفس العداد بش يعطينا العداد اللي خصنا نكتبوه فوق 12 اللي هو البسط كيف ما قلت لكم يعني 2 هنضربوها في 2 هتعطينا 4 وانطلقوا في الفيديو القادم